حياتي مع الله يا جمال مع الله تحل الحياة وقلبي ليه تباتل سياما دعاء الصلاة نصوم نقوم ونحيا مع الله في كل حال نعمر بالخير دنيا ونرضي بهذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهده وسار على نهجه إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غزوة بطر الكبرى عنوان كبير على النصر في جبين الأمة الإسلامية كلها إنها انتصار الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على الشرك والظلم والانحلاف غزوة بطر كانت نتائجها واضحة ظاهرة مبدية انتمارها يانعة للمسلمين أثلجت قلوبهم وأفرحت واقعهم وأدخلت عليهم أملا فسيحا غير أن هذه الغزوة لم تنشأ من لحظة من لحظاتها تلك في يوم الجمعة السابع عشر من رمضان في السنة الثانية لا بل غزوة بطر بدأ التأسيس لها منذ أن نزل قول الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق في غار حرع أي منذ خمسة عشر سنة بدأ التأسيس لهذا النصر العظيم إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من الغار مبلغا داعي إلى الله داعيا إلى الله وإلى عبادته وهاديا إليه وتاليا لكتابه غير أن الشرك وأهل الشرك أبوا أن يتركوا صوت الحق ينتشر بل حاولوا إحجامه والإعراض عنه ومنع من يريد أن يتعرف عليه أو أن يسير في طريقه فأقاموا حروبا وأقاموا محاكمة لأهله كمموا الأفواه ووعدوا وأوعدوا وبالتالي كانت سنوات الدعوة إلى الله سبحانه عز وجل عسيرة فمرت الدعوة إلى الله سبحانه عز وجل بمرحلة السر في مكة فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بين قومه يدعو من يستجيب إليه سره ثم بعد ثلاث سنوات كما يقول أهل السير نزل عليه الأمر بالصدع فاصدع بما تؤمر فصدع النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونبذي الأوثان نبذي الشرك والمعبودات من دون الله تبارك وتعالى جهرة فجهر عليه الصلاة والسلام في قريش والعرب قاطبة بالدعوة إلى الله سبحانه عز وجل غير أن قريش التي كانت تمثل قيادة الشرك في ذلك الوقت أبت أن تترك لهذه الدعوة الانتشار والظهور فآدت أصحابه حبستهم ضربتهم منعتهم من أن يتحركوا في الجزيرة أقامت عليهم الإقامات الجبرية سلبتهم من أموالهم ودورهم فكانت الهجرات الهجرة إلى الحبش الأولى ثم الهجرة إلى الحبش الثانية ثم جاء بعد ذلك الهجرة إلى المدينة بعدما داقت على المسلمين الأرض بما راحبت فلم يجدوا من بطش قريش وأهل الشرك قاطبة لم يجدوا بدا من أن يترك مكة المكرمة وهي أرض حبيبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم يجدوا بدا من أن يتركوها وأن يهاجروا إلى أرض تستقبله وتحضن دعوة الله تبارك وتعالى وتنصر المسلمين وتنصر كلمة الحق فكانت الهجرة هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة بعد مضي قرابة 13 سنة من الدعوة إلى الله في المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يترب كما كانت تسمى قبل الهجرة استقبل الأنصار هذه الدعوة إلى الله هذه دعوة التوحيد استقبلوها وأشربت أجسادهم وعقولهم وأصابهم التوحيد فمدحهم الله سبحانه عز وجل في كتابه وأعلى من شأنهم ورفع من قدرهم ورفع من قدر الذين نصروا هذه الدعوة وآووا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لشك أن الكفر والشرك لا يهدأ ولا يرضى أن يترك الإسلام وكلمة الحق تقوى ولو كان في غير مكة فبدأت المخططات لوأد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في مكة غير أن المسلمين تركوا أموالهم وأهليهم ودورهم في مكة المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعوضهم شيئا مما تركوه مما صادرته قريش فبدأت المناورات وبدأت السراية ففي السنة الثانية من الهيرة سمع النبي عليه الصلاة والسلام بقفيلة لقريش محملة بتجارة كبيرة تريد الشام فجمع ما استطاع من الصحابة رضي الله عنهم وحاولوا قطع الطريق عليها هذا هو السبب المباشر لغزوة بطر إرادة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام رضي الله عنه أن يأخذوا ما بهذه القافلة تعويداً عما تركوه في مكة المكرمة من أموالهم وبيوتهم ودورهم وحقولهم وأموالهم بصفة عامة فكانت هذه المعركة انتصاراً أو إعلاناً للانتصار الإسلام إعلاناً لقيام أمة جديدة تحمل راية الإسلام تقاتل من أجل كلمة الله لإعلاء كلمة الله سبحانه عز وجل وبالتالي واقعت غزوة بطر هكذا أيها الإخوة الكرام نرى أن غزوة بطر ليست إلا هي نتيجة لصبر وجهاد طويل جهاد نفس لامتتال الأمر القرآني والأمر السني جهاد لمطاوعة التربية النبوية حتى استطاع هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أن يتأقلموا وأن يطوعوا أنفسهم وفق الهدي الرباني الذي جاء في القرآن والذي وجهه النبي عليه الصلاة والسلام فكانت غزوة بطر هو زمن إعلان عن النصر إعلان عن إثمام بناء نشأ منذ سنوات فكانت غزوة بطر في هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمة الله عليه وهو يروي لنا بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المشركين وهم ألف وهم ألف من المقاتلين وأصحابه ثلاثمائة ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا يعني المشركون ثلاثة أضعاف المسلمين ثم قال فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم القبلة ثم مد يديه يدعو الله ثم مد يديه فجعل يهتف بربه فجعل يدعو الله سبحانه عز وجل ويهتف بصوت اللهم انجز لي ما وعدتني اللهم آتي ما وعدتني اللهم إن تهلك اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض انظر أيها الأخ المسلم إلى هذه العبارات في الدعاء اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آتي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة يعني هذا الدعاء في إشارة إلى أن أهل الإسلام في الأرض كلها لم يكونوا إلا في المدينة إلا في المدينة وفي غزوة بضر إلا وهم مع النبي عليه الصلاة والسلام فيقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يدعو الله ويناجي ربه إن تهلك هذه العصابة لن تعبدها لا تعبدوا في الأرض لا تعبدوا في الأرض فإن المسلمين سينتهي نسلهم وينقرض وجودهم وينتشر الشرك والكفر في الأرض فهذا الدعاء الحار هذا الدعاء متى جاء؟ جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد استنفاذ الأسباب المادية والمعنوية والاستقامة على طريق الله سبحانه عز وجل دعوة الناس تربية الفئة المسلمة على الهدي الرباني الصبر على الأذى مطاولة الطريق حتى تستكمل العدة ثم جمع ما يستطيع المسلم من القوة قوة الإيمان وقوة الإرادة وقوة الوجود وقوة الفعل وقوة المادة أيضا ثم لا ينتهي الأمر لأن الأمر ليس بيد الأسباب الأسباب هي أسباب لا تعد يعني عالم الشهادة ولكن الفاعل الحقيقي هو الله هو الذي يحقق النصر وهو الذي يعز ويذل وهو الذي ينصر ويهزم ويهزم وما النصر إلا من عند الله حينئذ جاءه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو ما زال يهتف بربه مادا يديه استقبل القبلة حتى سقط رداؤه صلى الله عليه وآله وسلم وهو يدعو ربه سقط رداؤه من شدة الإلحاح والإعادة في الدعاء أن ينجز وعده ما وعده الله وأن يأتيه ما وعده وهو يسترضي الله ويطلب منه لا يهلك المسلمين وأن يبقيهم وأن ينصرهم طلب المدد فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فآخذ رداؤه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك وعدك هذا يقين الصحابة رضي الله عنه أن الله لا يخلف الوعاد لا يخلف المعاد صدق رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم يستعطف ربه لأنه ينبغي من الإلحاح في الدعاء وإظهار الحاجة والفقر إلى الله سبحانه عز وجل ثم أنزل الله سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين بألف من الملائكة الملائكة قاتلت مع الصحابة رضي الله عنه الله لا يحتاج ليحقق نصره أن يبعث الملائكة الله غني إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ولكن الله سبحانه عز وجل أراد أن يجري المعركة وأن يجري واقع الصحابة رضي الله عنه على مقتضى الأسباب فأمد الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ومن ورائه صحابة المؤمنين أمدهم بألف من الملائكة مردفين قد أردفهم إلى عدد المسلمين يقاتلون معهم فشاركت الملائكة يقول أحد الأنصار رأيت مشركان يفر من فارس يحمل صوت كل ما رأى شيء سمع الصوت والفارس فإذا بذلك المشرك يسقط وقد خطم أنفه وخضر وجهه بسبب تلك الضربة التي جاءته فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة صدقت فذلك من مدد السماء الثالثة هكذا إذا أردنا النصر فعلينا أن نعد للنصر عدته وأن نهيئ أسبابه وأن نأتيه من بابه فإذا جئنا من هذا الطريق الذي بينه رب العزة فالله لا يخلف معاده حياتي مع الله يا جمال مع الله تحل الحياة وقلبي لي تباتل سياما دعاء الصلاة نصوم نقوم ونحيا مع الله في كل حال نعمر بالخير الدنيا ونرضي بهذا اشتركوا في القناة